هذا الصندوق منذ شروعي في منح الإعانة المالية غير قابلة للسجداد في إطار دعم برنامج البنائري في سنة 2013 إلى غاية 2017 كان 148.380 ملف طلب استفادة من طرف العمال الأجراء والمتقاعدين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني لتأمينة الاجتماعي للعمال الأجراء كما تعلمون السيد النائب أن فيه نسبة 0.5 من اشتراكات أصحاب العمل في إطار الخدمة الاجتماعي والمتحصل عليها سنوين تبقى المرسوم الذي كنت تكلمت عليه تحدد وتعطى للصندوق لفنبوس من خلال هذه القيمة التي هي 0.5% من نسبة الاشتراك استطيع الصندوق أن يدعم إلى حوالي 24 ألف إعانة سنوية لجميع الصيغ السكنية الممولة على غير السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الطرقوي المدعم وذلك ما أدى بصندوق سنة 2017 كان ليس توقيف العملية ولكن كان تعليق العملية حتى يتم تسويط جميع الملفات وخلال هذه السنة كان تكفل بجميع الإعانات التي كانت بين 2013 حتى 2017 وعلى هذا الأساس عن طريق منصة إلكترونية منصة رقمية حتى تكون معالجة دقيقة وتأخذ بعين اتبار الأسباقية والقدرات المالية للسندوق يعني نظر جوبت كان لها حيكون انطلاقة العملية التعليق كان لتسويط الملفات لأنه كان العدد كبير 148 ملف وقدرة الصندوق تقدر إلا على 25 ملف في السنة مقارنة بالنسبة للاشتراك من المدخول العام شكرا سيد النايب على هذا السؤال في القرير القادم إن شاء الله الأيام القريرة القادمة سنعلن بداية العملية من جديد بعدما كمنا كل ملفات اللي كانت طالبات عليها شكرا توضيحات يعني نقدر فيكم روح العمل ونعلق يعني لكم أمال كبيرة سيد الوزير في النوضب هذا القطاع يعني كل أعيون الجزائرين رأي موجهة إليه لأنه متعلق بالعمل نحن سيد الوزير يعني حسب الإجابة تاعك نقدر نقوله ألف مبروك يعني لكل عمال عمال أجراء والمتقاعدين يعني مستفيدين من سكن في إطار برنامج البناء الريفي نشكرك مرة ثانية سيد الوزير وبرك الله فيك يعني للتلبية يعني هو مطلب وطني سيد الوزير يعني باختصار برك يعني نرفع لك واحدين شغالين محليين وما فيما يخص سيد الوزير يعني عمال شركة البناء والعمران للشرق كونسري باس بيقالما يعني ينجدوك سيد الوزير من أجل تدخل لتحصيل أجور من متخلفة يعني 26 شهر سيد الوزير بلا أجور أيضا نفس الشي يعني بالنسبة لعمال سوناكوم مصنع الدراجات يعني 17 شهر سيد الوزير وما ينجدوك هنا بالتدخل قضية أخرى سيد الوزير فقط يعني احنا فيما يخص لجنة الوطنية لتحويل المرضى للخير سيد الوزير أنا أتمنى تكون يكون وزير الصحة اللي هنا حاضر اللي هي تحت ويصيتكم أيضا يعني إجراءات جد معقب أولا يعني التواجد تحت سيد الوزير بمقر مستشفى مصطفى باشا يعني بالجزائر العاصمة هنا المريض راو يتحمل عناء التنقل أنا أتمنى يا سيد الوزير أنه فيه إمكانية أنه فتح فوره على مستوى مديريات الضمان الاجتماعي على الأقل لاستقبال الملفات وتحويلها إلى اللجنة الوطنية سيد الوزير هنا لما يعني تعايش الواقع يعني تعرفوا إنه الخلل يعني نقول لك عندنا حالة في بلدية الفجوج يعني كل أطباء الخواص اجمعوا أنه هذه الحالة يعني كل علاج تحى بالخارج يعني تصلنا بوزير الصحة وسي وبرك الله فيه يعني حدنا موعد بمستشفى يعني باب الواد يعني حتى الأطباء أقروا أنه العلاج تحى يكون في الخارج هناك ينتصل باللجنة الوطنية واحد لزام بريمي يسينيهم يعني رئيس مصلحة في مستشفى جامعي أو مدير مستشفى جامعي ست شهر سيد الوزير وهو وراء هذه اللزام بريمي ما قدرش يتحصل عليهم أنا نتمنى أنكم تخفوا عليهم الإجراءات وبرك الله فيكم شكرا سيد نايب وكلمة إلى السيد وزير العمل وتشغيل والضمى الاجتماعي لتعقيب فليتفضل شكرا وكان نعقب على السؤال لأنه سؤال ما فيش تعقيب يعني مش عارف لأنه أيضا السؤال جاء في الترتيب جاء بعد حمد بالجلالي ونفس السؤال وكي وسؤالتها بالجلالي كان فيه ديطاء اكتر يعني كان فيه توضيح أكتر على هذه يعني كان سؤال يعني مختصر في الأخ يزيد تبقى الانشغالات اللي تكلم عليها يعني الإشكالات هذه تعتبر من النزاعات الجماعية لأنه توقف الأجور تعطيل لتعليق الأجور وراجع للمداخل تلك المؤسسة هنا الإجراءات القانونية نطبقها في هذا الاتجاه يعني عن طريق مفتشية العمل الطرق القانونية واضحة أما الانشغال الثاني المتعلق باللجنة الوطنية للعلاج في الخارج يعني الطريقة ما هيش معقدة يعني ما هيش عارفة تبقى هذه مسألة إدارية لأنه هذه السكرتارية للجنة أمانة تقنية للجنة هي في المستشفى تأخذ الملفات لأنه تعرفوا اللجنة فيها يعني وصايتين وزارة الصحة و وزارة العمل مكلفة بالضمن الاجتماعي وفيها أساتذة مختصين في الطب اللي هما اللي مؤهلين بايش يقدروا يعني يقروا باللي هاد المريض يروح للخارج ولا يقدر يعني يدوى هنا وهنا على أساس حاجة وحدة اللي هي كي تعود المريض المريض ما نقدرش نتكفلوا به هنا والحمد لله يعني كنت تشوفوا كنتوا الآن تشكروا في وزير الصحة على الإنجازات لسرات في الدولة اللي هي إمكانية كبيرة ضخة في هذا القطاع معنتها كل ما تضخ إمكانية كبيرة وكل ما هذا التوسيع تحت تعليم وتحت تعليم العالي وفتح تخصصات في الطب والطب المختص هنا دليل على أنه الرعاية الصحية أراه في تطور في الجزائر يعني كل ما تزيد تستثمر في قطاع الصحة كل ما التكفل بالعمليات العلاجية الخارجية يكاد ينعدمه أو يعني يلازم يروح للصيفر يعني وعلى هذه كانت تناقص في معالجة الميلفات تبقى يعني الميلف يروح لسكريطارية مصطفى باشا ومبادي تهزي مباشرة أن يروح للجنة الطبية ما كان حتى وساطة بين السكريطارية واللجنة الطبية اللي راهي على مستوى الصندوق الكناص تبقى الأمبريمي فيها فيه يعني فيه شرط لازم يتمضى من الطابب أولا لازم لي المؤهل طابب المؤهل اللي يقول باللي المريض لازم يروح للخارج لازم يكون بروفيسور عنده شهد بروفيسورة ويكون فيه مستشفى جامعي عمومي هو ليقدر باللي هذا المريض ما يقدرش يتكفل به هنا وهذا رأي طبي ومن بعد يجي الرأي الإداري باللي الرأي الإداري يزيد يوافق عليه موديل المستشفى باللي حقيقة الرأي الطبي رأي موافق الرأي الإداري هناك يجيو هذا الزوج موافقات تطلع للجنة الوطنية اللجنة الوطنية تفصل مباشرة ويدي العلاج للخارج وتبقى هذا اللوكا هذا قولنا عليه تحسد شر لأنه لازم بريميا معمومة يعني كينين لا الإمضاء يمضي لازم هو اللي يقول باللي المريض ما يتعاليش هنا ويزيد يمضي معه موديل المستشفى يزيد يثبت الجنب التقني لأنه إحنا يعني العملية لازم يكونوا فيها البروفيسور البروفيسور هو ويكون رئيس مصلحة هذه من طريقة التعامل مع الميلف رأينا إحنا لأنه أعلى درجة عنا هو البروفيسور البروفيسور في الطب أعلى درجة عنا والشيف سيرفيس والمسؤول واليعرف الحالات أكثر وعلى بالو كفا تكون وإحنا كتقنيين إحنا خاطئنا كيمدى الرئيسية كيمدى البروفيسور الرأي إحنا معلنا إلا أن تبقوا شكرا ترجمة نانسي قنقر